بس أنا زهيت أنا كريمة هو أنا بني آدم بيحب الكرة في مصر زهيت بم العبس ده أنا تقريباً بقاري 15 سنة شغال الشغلانة عايش في مجموعة من البيانات والطلبات والخناء والمشاكل والأزمات والحواديد والقصص والحكام الأجانب وحكام مصريين لا الحكام المصريين لازم ياخدوا فرصتهم لا الحكام الأجانب بيريحونا لا أنت بتظلم فلان لا أنت عملتش لفلان طب إش معنى ما عملت ليش زي ما عملت له إش معنى أجلت لده ما أجلت ليش إحنا الكلام ده من ساعة مطولات أو من ساعة موعدة على الكرة أنا بسمعه وبشوفه وعايش فيه طيب ده سببه إيه يعني الأهل النهاردة لما طلع بيان طلعوا ليه الزمالك لما من كام يوم طلع بيان طلعوا ليه المصري الإسماعيلي بيرامدز كل الأندية دي هبتطلع بيانات ليه هقولك ليه بص أنا هجيب لك خلاصة الخلاصة في الحكاية دي عاش تبقى أنت أفاهمها بس كل نادي بقى فاهم وعارف إن أنا لما بضغط باخد حت حتة من أي حاجة بقى حتة من أي حاجة شوف أنا الكامل بقول لك دوت كل الأندية اللي في مصر بإداراتها بأجهزتها الفنية بلعبها فاهمينه كويس أنا لما بضغط باخد حاجة والله أخد لي تأجيل مطش والله أخد لي مطش بدل السبح يبقى بالليل أخد لي مطش الحكم ده مدايقني فيجيبوا لي حكم تاني هاخد حاجة هطلع بحاجة فلو الزمالك طلع بيان فهياخد حاجة فالأهل قال لك طب لأ ما هو كده الزمالك هياخد حاجة ما أخد أنا كمان المصري قابله تم ما أخد حاجة فالإسماعيل يرد تم ما أخد حاجة أنا كمان وهكذا فاحنا منعيشها كده طيب ده معناه إيه؟ معناه أن الناس المسؤولة عن الكورة جي ناس يعني أنا ما بحاول دايما أن تبقى ألفاظي مناسبة يا جماعة حرام يا جماعة حرام اشتغلوا بضمير اشتغلوا بعدل اشتغلوا بلوايح واضحة اشتغلوا بقوانين واضحة على الكل على الكبير وعالصغير هو أنت لو اديتني لقيحة واضحة لكل حاجة وحاجات مفهومة وحاجات معروفة أنا هعرف أطلع بيان ويقولك أنت غلطان في واحدة اتنين ثلاثة يعني مثلا في الحتة بتاعة الكاز دي يا باشا ما تبعت له اللايحة وقوله اللايحة دي بتقول أن أنت هتلعب كاس مصر من غير الدولين فيه اللايحة بعتله ما بيقولك ما بعتليش فخلاص من حقه يتكلم ماشي الشيبي أو راجل حضت لك التواريخ النادي الآية لحضت لك التواريخ من ساعتها بتقوله ما ينفعش يروح لمحكمة مدنية خدت إجراء ما خدتش حكام أجانب ما أنت سايبها مفتوح مش أنت قلت قبل كده اللي عايز حكام أجانب يدفع ويجيب ما أنت سايبها مفتوح لكن لو أنت قلت بلوايح أن البطولة المصرية يديرها حكام مصريين ولا يجوز حكام أجانب في البطولة المصرية ما حدش هيفتح بقه بس كل حاجة سادح مدايح كل حاجة سادح مدايح فعلشان كده الأهلي عنده حق 100% في كل طلباته وبالمنطق الزمالك كان عنده حق المصري كل الأندقى أصلا هو لما بيجي يطلب طلب إيه بيشوف الصغرة اللي عندك ويطلب على أساسها ليه؟ عشان أنت عندك صغرات وعوار في كل اللوايح والقوانين والقرارات والتليفون ييجي ماشي ماشي ديت والتليفون يقفل وخلاص ماتمشي يا باشا الأندية بتغير مواعيد مبارياتها بالنهار وبالليل على حسب حالة اللعيبة الفنية والبدنية يا كابتن ما يعني خليها بالليل يا كابتن ما تخليها بالنهار يا كابتن طب ما تخليني بكرة بدل النهار وانت يعيني إيه؟ تلاقي ماتش تأجي اليوم ولا تأجي بدل النهار بالليل تفتكي أنه في حدث سوحها كبيرة لا الموضوع سعلاور فإحنا كفاية بقى كفاية عارف إحنا بنقوليك كلمتين دول إمتى؟ بنقولهم دايما لما منتخم مصر بيتعصر بنقول النظام في الكورة في مصر وإحنا خسرنا كاس أفراقية عشان ما فيش النظام وما فيش دوري وما فيش لوائح وتأجيلات وبتاع موصلناش كاس العالم عشان مش عارف إيه وبتاع إحنا بنقاش ده يوميا دون تعديل ودون أي إصلاح إطلاقا ترجمة نانسي قنقر